إذن مشاهدين تدعيات الأزمة اليونانية على الأسواق العالمية ليست الأزمة بقدر الانتخاء أو الاستفتاء الذي جل يوم أمس والذي فاز فيه كلمة لا بالتحديد فازت بغالبية واضحة أكثر من 61% من اليونانيين صوتوا لصالح رفض خطة التقشف التي فرضها الدائنون الأوربيون على الحكومة اليونانية اليوم وزير المالية اليوناني قدم استقالته وأوضح على تويتر قال أنه بعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غياب عن الاجتماعات وهي فكرة حسب قوله رأى رئيس الوزراء أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق ولهذا السبب أترك وزارة المالية اليوم هذا فعلا كان غير محبب خاصة لأنجلا ميركل المستشارة الألمانية التدعيات سوف نراها يمكن بعد حوالي 7 دقائق من الآن مشاهدين كيف سوف تفتح الأسواق الأوربية على وقع اللا اليونانية اليورو متأثر منذ البارحة عوض جانبا من خسائره الآن عند 11 تقريبا أمام الدولار الأمريكي كما نرى تراجعات ب16 النقطة المئوية في حين نرى الدولار أيضا مقابل الينا على بعض التراجعات وكذلك بالنسبة للدولار الأسترالي والإستراليين نراهما على تراجعات طفيفة أمام الدولار الأمريكي في هذه الأثناء دعونا نستغل وجود سامر أصرف الشريك المؤسس لشركة أموال كابيتل بارتنرز أهلا ومرحبا بك أستاذ سامر أهلا صباح الخير كنت متوقع بهذه النتيجة أم ماذا؟ كان صعب واحد يتوقع النتيجة لأنه كان عندنا من الجهتين الجهة النعم واللا كانوا حسب وما يطلع على أي بول الموجودين في الصحف اليسارية كانوا تعطيه أنه النتيجة ستكون أكثر باتجاه الصحف اليمنية أكثر لكن الفارق كبير ليس صغير نتحدث عن 61% ما كنت متوقع يكون في الفارق القبير كان أكثر متوقع أن يكون فيه 54-53 جهة أو أخرى لما 61% كان النتيجة واضحة جدا وبقوة أن الشاب اليوناني أنه لا يريدون الاتفائية مع الأوروبيين من ناحية التقشف والتطبير على الاقتصاد اليوناني طيب السؤال المطروح ماذا بعد اللاء اليونانية؟ هذا هو السؤال المليون داري كوستشن اليوم طبعا لن نشوف نستنى اليوم البيانات التي تصدر من الأوروبيين وخصوصا من الإي سي بي والإي و كوميشن الوضع اليوم هو طبعا البلد الذي وضعته أصعب وضعه هو ألمانيا لكتبه لأكبر الدائنين ليس بس إيك هلا اليوم اللي عم نشوفه أنه ألمانيا من جهة أو أحد تريد أن تساعد أو أنه إبقاء اليونان في منطقة اليورو لأنه هذا أسس من أسس اليورو أنه أي بلد تدخل على اليوروزون ما باتل تخرج منها واليوم إذا فيه خروج اليونان من اليورو إذا فيه عنده خروج طبعا بضعف الفكرة والسياسة منطقة اليورو فإذا صار فيه عنده خروج سيكون هناك ضعف وفيه احتمال الكنتينجين أو اليفاكسي ستزيد على ضعف الاقتصادات الأوروبية ككل من ناحية التراجع بالأسعار السندات طبعا هاي وجهة واحدة بجهة الأخرى ألمانيا تريد أن تخفف من المتطلبات الأوروبيين والمدائلون الأوروبيين حتى تدار تساعد على وصول إلى نتيجة مع اليونانيين مين المعارض أكتر شيء؟ مين الموقفه شوي صلب تجاه اليونان أكتر من ألمانيا؟ ألمانيا عندك كل البلدان اللي بريفر على أطراف الأوروبا دائمي خاصة مثلا بلدان زي أرلندا اللي كانت عندها مدينة من أوروبا وكانت بوضع صعب والأوروبيين طلبوا منهم أن يعملوا تقشف عملوا عملوا وقاموا بهذا التقشف واليوم شفنا تحسن أو فيه عندنا تحسن بالنمور الاقتصادي الأرلندي ونفس الشيء حتى بإسبانيا وفيه بإيطاليا هلأ هاي اللي الشغلات أما ديجوا كبلد كزي أرلندا ترى أنه بلد أخرى زي اليونان اليوم عندها القابلية أنه ترفض هذا التقشفات والخروج من اليورو كحل آخر طبعا بيضعف من اليورو ومن اليوروزون ككل فهدول البلدان طبعا ضد هاي الفكرة وبدهم ياخدوا موقف قوي ونفس المواقف اللي أخذتها اليوروبيين باتجاه البلدان الأخرى السؤال الأخير قبل أن أتها بفاصل هل أخطأ اليونانيون في ألا يعني فيه إلى وجهة نظر أنه أخطأوا برأيي أنه هو يفضل أحسن لهم أنه يخرجوا من اليورو طيب توقعات الأسواق بعدها قليل حيكوننا إلى أحمر كتير أحمر يعني فيها أخر إيش 2% طيب إذن مشاهدين نذهب بفاصل قصير بانتظار إفتاح الأسواق الأوروبية على وقع اللاء اليونانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعود إلى ضيفنا الأستاذ سامر أصراف أستاذ سامر طبعا الحديث يطول ويطول عن اليونان أريد بعض السيناريوهات المحتملين منك كتحليل ما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا في الفترة القليلة المقبلة؟ السيناريوهات المتوقع يكون فيه وجود حل لهذه الأزمة وحالي لا طريقة هلأ المشكلة هي كيف سيحطوا إياها الشكل سيحطوا لهذا الحل لأن ألمانيا تحتاج إلى إبقاء موقفها الحاد بالناحية عدم التنازل على مواضيع مهمة منهم الأجور المتقاعدين ونفس الوقت يريدون أن يلاقوا محاولة على مساعدة اليونان بطريقة ما عشان يدفعوا هذا الديون طبعا أهم الموضوع بهذا الموضوع هو الإعفاءات على الديون المتراكمة اليوم يونان بتواجه ثقل دين كبير لا تتحمله الاقتصاد اليوناني اليوم الدين يمثل تقريبا 185% من الاقتصاد من جمال الناتج المحلي اليوناني طبعا هذه المستويات عالية جدا ولا لا يوجد اقتصاد تتحملها فضروري يكون في عنا سيناريو هنا هو تأجيل الدفعات والاستحققات وفي عنا سيناريو الإعفاءات أو تخفيف من هذه الديون طبعا فالتأجيل الدفعات ما بتساعد لأنه بظلوا عنا نفس الناس الثقل الدين موجودة على البلد لكن ضروري أن يكون في عنا إعفاءات وطبعا فيه محليين بيحكوا لك الأوروبيين يحتاجوا أن يتخذوا عفاءات بمستويات 50% من الدين الإجمالي اليوم طبعا المطلوب اليوم هو حل بتكون من عدد من هذه الحلول منها تخفيف الدين على اليونان حتى يساعدوا البلد على دفع هذه الديون لكن المعنى تقوم بأي إجراءات تقشفية وفقا للاستبتاء الذي الإجراءات تقشفية ضروري أن يتأخذوها لازم يكون في عند اليونان ضروري أن يكون في عندها من ناحية البلد ما هناك إستبتاء قال 61% من اليونانيين لا لا بس لا على التقشف المطلوب اليوم كانوا الأوروبيين مضطربينهم لا أتوقع أن الأوروبيين يتخلوا عن هذه المتطلبات ولا الـ IMF ضروري يكون في عندنا شوية تقشف ولازم يأخذوا إجراءات حتى تحسين أو تغيير هيكلي للاقتصاد اليوناني ومنها على تجميع الضرائب منها التقاعد مثلا السنة التقاعد جور التقاعد كلها عليها لازم يكون في عندنا تغيير وفي هيكلة جذرية لازم تصير باليونان حتى يقدروا يسمحوا للاقتصاد اليوناني أنه يوقف على إجراءة لا يقدر يساعد أو يقدر ينمو من جديد ويقدر يدفع يسد هذه الديون المتراكم عليه وهل سوف نرى سلسلة إذا خرجت اليونان سلسلة أخرى من الخروج من دقة اليورو نتحدث عن البرتغال نتحدث عن بعض الدول التي قد يشبها بعض السيناريو مشابه اليوناني هاي من ضروري أن يلاقوا حل عشان يمنعوا أي فكرة الخروج من اليورو من قبل أي دولة أخرى طيب أنا عندي فاصل بس قبل أن أختمع حضرتك كنا نتحدث عن بعض البيانات الألمانية صدرت اليوم وأشارة طربيات المصانع شفنا على ارتفاع الأساس شهري وأساس السنوي كيف تقرأ هذه الأرقام شفناها من قبل لأنه صارعا تحسن ملحوظ بالاقتصاد الأوروبي ونتأمل أن هذه الساميرو ما يكون فيها على تأثير من الأحداث التي تحدث في اليونان طبعا هذا مهم كما بألمانيا لأنه في ألمانيا إلها تأثرت شوي من الأزمة المالية في اليونان خصوصا من تصدير السيارات لليونان نعم الأستاذ سامر أصرف الشركة المؤسس لشركة أموال Capital Partners شكرا جزيلا